اغتيال مؤثر جدا برضو في حياتنا بشكل رهيب ودقوا الاغتيالين دايما انا اخترتهم يبقوا مصريين عشان نقدر نفهم قرب الموضوع ومن الوجع بتاعنا والاسف هذا الاغتيال تم لحد انا بحبه بشكل استثناء لانه قديب لانه كاتب لانه رجل روائي مشهور جدا جدا وسين جدا جدا كان رجل عنده الصفة الروائية وعنده الصفة السياسية كعمل سياسي والاسف السياسة دايما خطرة جدا 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 انا من الحاجات اللي حصلت ان انا اختلطت في فترة مثلا بمصور الرئيس اللبناني رفيق الحريري الله رحمه وعرفت ان هو قبل ما يتحرك من مجلس الشعب في لبنان او مجلس الامة اللبناني الى بيته وقف قدام المصور قال له بقولك انا مش عايزك النهاردة ما فيش تصوير روح بيتك هو لو ما كانش قال له كده كان زمان هذا المصور ما قابلتهش بعدها بحوالي شهر في القاهرة وهو بيتكلم حزن شديد على الانفجار الرهيب اللي كان بطن متفجرات دمر كل الموقع بتاع الرئيس الحريري العون في عمره في حياة البني ادم ما قدى الى شيء ناجح ابدا ده ما بيحصل بعدها على طول كبوة زمانية كبيرة جدا للامة كلها بدافع انه لان طبعا ده حد بيعمل حاجة بمصلحة شخصية زيحة ده وليه لكنه في الاخر بيؤدي الى كارثة رهيبة يعني الاديب قال لأستاذ يوسف السباعي الله ارحمه طبعا ده كان رجل من رجال الدولة وزير وكاتب مصري في نفس الوقت وهذا الرجل تسافر مع رئيس السادات الى معاهدة كامب ديفيد او بدايات المفاوضات اللي حصلت علشان حصول على ارض السينة والسلام اللي حصل فطبعا كل الناس اللي راحت هذا الحدث بتاع محاولة استجلاب الارض انا بقول دايما ان المعركة دايما مش لازم تبقى بسلاحة يعني ممكن المعركة تبقى جزء منها حصل بسلاحة زي حرب 73 ولكن بقية المعركة لازم يتم على ارض المفاوضات لانه احنا طب احنا بندرب نار بيموت لنا ناس وكذلك ناحة تانية طبعا فهو لازم ده يوقف بشكل ما لانه استعمال العنف المدة الطويلة جدا جدا لا يؤدي بالعالم الا الى قصارة زي 57 مليون بنا ادم ماتوا ايما الحرب العامية التانية وده شيء غير ادمي ومش طبيعي وما فيش ابدا كائن حي بيعمل وبيعمل ابادة جماعية بالمنظر ده لناس يعني استعلن حرب العامية التانية موت 20 الف زابط بولندي او 20 الف بولندي فيهم واحد يعني انتم مدخلين وطبعا لانه انتصر في الحرب محدش يفتكر له ده خالص وفاكرين كل ما حدث من ناحية هاتلارباس الاتنين طبعا دخلين في الحيطة ولكن انا بتكلم على انه في الاخر احنا بنا تناسى خالص اللي بيحصل عبر التاريخ لو انتصرنا للأسف الراجل ده الاستاذ يوسف السباعي هذا الراجل وسيم الكاتب الكبير اللي عمل افلام حلو قوي وعمل مسلسلات حلو قوي يعني حاجات عن افلام عن رواياته طبعا اتعملت في الفترة دي بعد 78 بكم شهر اضطر ان هو يسافر لمؤتمر معمول في قبرص وقبرص في الوقت ده كان معروف عنها كبلد ان هي محط العمالة والجواسيس كلهم يعني كل العمليات اللي بتدور والاستقطاب والاستخبارات العسكريات الموجودة على وجه الارض واللقاءات المشبوهة والتجنيد وكله بيتم في البلد دي والاسف عملوا المؤتمر ده في قبرص وطبعا للاسف يعني ما كانش ينفع يقول لأ وما كانش ينفع يقول لأ لان هو كان عنده دافع بيقول انا مش هقول لأ لان مش عايزة الناس تقول ابدا ان احنا حنخف نروح ازا المؤتمر او ان احنا بنا نتراجع كانت قدرة على الشجاعة من عنده نزل في المطار لارناكا ولازم نعرف ان المطار ده لي يعني اسم مهم جدا جدا في تاريخنا بس احنا طبعا مش مركزين فيه خالص مع الوفود المشاركة طبعا وفيه بدأت حيثية المؤتمر وراجل اتغدى في يوم من الام وبعدين فجأة دخلوا عليه في الفندق وحصل الاغتيال ضربوه بالنار موتو وطبعا الفكرة كانت صعبة جدا جدا لانه كان فيه رهائم كمان وخدوا بعض الرهائم بعد اغتيال السجد السباعي وقعدوهم جوه الكافتيريا وبعدين بدأوا ينزلوا بعض الرهائم منهم واحتجزوا حضار الشخص وقرروا ان هم عايزين طيار عشان يطلعوا من المطار في اللحظة دي رئيس السادات وجه طيارة فيها قوات خاصة الى مطار قبرص بدون ما يتكلم معها سلطات قبرصية خالص ونزلوا عشان يحاولوا يحرروا هذه الرهائم والاسف حصل استضام كبير جدا جدا كان فيه احساس شبهة من الحكومة القبرصية ان هي ممكن تكون سهلت هذا الاغتيال اللي كان موجود وطبعا بعد كده تم اتهام بعض العناصر فلسطينية يعني ممكن تكون ضليعة في ده بعد كده تم معرفة ان الموضوع اكبر من هذه الفكرة وفيه وقيعة بتحصل والغاية النهاردة محدش قادر يمسك بالزبط بالزبط هو مين المسؤول ومش لازم اللي اغتال ده يكون هو صاحب الفكرة ممكن يكون منظمة تانية خالص قد تناجي بحد عشان تخليه يقتل وطبعا يوم الجمعة ده الاستاذ يوسف سبعي وصل واللحظة دي كانت لحظة حاسمة جدا جدا في حياته في سنة 78 هو على فكرة توفى بعد 3 يام ما انا اتولدت يعني هو توفى يوم 17 انا اتولدت يوم 14 يعني انا اتولدت هو توفى بعدها بتلات يام يعني كنت وشي وحشي قوي على الرجل ده المهم انه في الاخر الوفد المصري طبعا شارك في المؤتمر ده كان تضامن افرو اسياوي رقم 6 وتضامن مهم جدا جدا ما بين القارتين دول وبسبب سفرية القدس زي ما قلنا حصل هذا الضغط العاصف جامد جدا جدا علينا وتم الاغتيال وتم الاختطاف وقدرنا نسترد طبعا جسد الراحل السباعة وتعاملت الجنازة بتاعته في فبراير 78 19 فبراير بعدها بيومين على طول ولكن طبعا اللعبة كلها ان احنا توجهنا الى هناك وحصل الصدام جامد اوي حصل وفيات من عندنا ووفيات من الجانب الاخر محاولة لفض الاشتباك اللي كان موجود وكانت حركة فيها نوع من انواع الرجولة ان احنا نروح بهذه المجاسفة انا اعتقد الناس اللي راحت في اليوم ده بمجاسفة شديدة هم ينزلوا مسلحين في مطار دولة تانية بدون ما يقولونهم عشان يقدر يوصلوا تحرير رهائم جوة المؤتمر ده شيء من الشجاعة يمكن ما كانش موفق بمية في المية يعني طبعا في ناس توفت ولكن في الاخر دي كانت شجاعة وكانت عفوية رهيبة جدا موجودة وقتها علشان الغضب بسبب اغتيال هذا الوزير الوسيم وطبعا راح مننا قلم قديم كان مهم جدا جدا وكان يتميز الاسداد السباعي لو قريته روياته ابن هو رجل مليء بالسهولة والبساطة في اللغة بتاعته فبيوصل للناس بحب شديد جدا جدا ومنسلوش ابدا فكرة انه عمل قصة دايما بتدور عن ملك عزرائيل قرر انه ياخد اجازة في يوم من الايام واساب فكرة القتل او اغز الارواح لرجل من رجال الشارع بطل القصة ففجأة الراجل بدأ يبقى معاه زكيبة الارواح وبدأ بيدور انا باللستة كده المفروض عملية وبدأ يصعب عليه الناس وبدأ ياخد قراءات غلط وشوف قد ايه الموضوع راح بيه لحتة غريبة جدا جدا فانا بدعوكم كتب حتى كمان كانوا هيعملوا اكيد فرق في الثقافة العربية ولكن المغتال قرر ان هو يعمل مصلحته الخاصة بس وده اسوء حاجة ممكن تحصل في الدنيا